دلوقتي هنقابل الكيميائي أنور أمين مدير عام الإنتاج في مصنع الفيوم للسكر وهنتعرف منه على ضوابط جودة السكر الأبيض عندنا خطة السنة دي أننا ننتج حوالي 200 ألف طن وهنعديهم صح أو لا؟ إن شاء الله هتنفس الكلام ده إزاي؟ إن شاء الله إحنا مستهدف نعدي 1.500.000 طن بنجر حوالي 1.550.000 إن شاء الله ننتج السكر السنة دي يعدي 14.7% إن شاء الله وإحنا دلوقتي داخلين على 180.000 طن ولسه بين حوالي 270.000 طن بنجر لقوا باستخلاص 14% منه وإن شاء الله هنعدي 200.000 طن السكر السنة دي كم طن بنجر يعمل طن السكر؟ طن بنجر حسب حلاوة البنجر في الشهور الأولى حلاوة البنجر زائد ناقص 18% بينتج إحنا 15.5% ناتج سكر يعني طن بنجر يعمل حوالي 155 كيلو سكر في الشهور الأخيرة لما نزلة السكر بتقلي في البنجر مع تقدم العمر بتاعه بينزل ناتج حلاوة البنجر لـ 16% و 17% فبينزل ناتج السكر بـ 14% أو 13% حسب حلاوة البنجر في فرق ما بين سكر القصب و سكر البنجر؟ اه فيه بقى؟ سكر القصب فيه نسبة السكرات الأحدية سكر الفراكتوز و سكر الجيلوكوز أعلى من سكر البنجر ولذلك هو اللي بيدي المزاق التستي و المزاق الحلوة لسكر القصب عن سكر البنجر ترجمة نانسي قنقر